احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات البطرياركية اللاتينية في المصدر بتجديد الوعد الكشفي للمجموعة وذلك بقداس إلهي ترأسه قدس الأب إبراهيم نفاع المرشد الروحي للهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرنية اللاتين في الأردن وبمعاونة الأب مروان حسان كاهن رعية يسوع الملك المصدر حيث أقيم احتفال هذا العام تحت شعار تشدد وتشجع وعمل وفي عدة القداس الذي حضره عدد كبير من أفراد الكشافة الذين يمثلون 16 مجموعة كشفية من مختلف مناطق المملكة أكد الأبن الفاء على أهمية الخدمة الكشفية في الكنيسة وبضرورة ديمومتها كما شكر جميع الحاضرين على تلبيتهم الدعوة والمشاركة بهذه المناسبة المباركة مجموعة كشافة ومرشدات المصدر بتقوم بعمل هائل عمل رعوي عمل مسيحي فعليا فيه بتوصل كلمة الله لشبابنا وصبيانا فأكيد إحنا اليوم منهنيهم بتجديد الوعد منهنيهم على مرور 69 سنة على تأسيسهم على أداء هذه الخدمة كل الدعم وكل الاحترام لإلهم والكشافة في المصدر هي واحدة من السبل اللي فيها فعليا شبابنا وصبيانا عم بعرفوا يسوع المسيح عم بيقدروا من خلال هذه الكشافة يوصلوا لربنا يوصلوا للسماء فالكشافة هي مش فقط حركة النشطات وحركة ترفيه وإنما هي حركة قداسة شبابنا وصبيانا من خلال هذه الحركة بيعرفوا يسوع بوصلوا للقداسة في يوم من الأيام فمن جديد إحنا منهنيهم نتمنى لهم دائما الأفضل دائما بصلاتنا وربنا يعطيهم القوة تيمشوا الأمام ويعيشوا شعار الهيئة اللي أخذوا لهذه السنة وهو تشجع تشدد وعمل فإحنا منشجحهم ومنشددهم ومنعمل معهم إيد بإيد من أجل خير للشباب وخير مجموعتنا وخير الكنيسة كلياتها أمين كان اليوم احتفال مهيب ولائق وكان يعني عدد كبير من الحضور ومن القيادة القدامة من قبل 50-60 سنة ما كناش نشوفهم شفناهم بالاحتفال بالعمر 69 سنة وهذه المجموعة هي يعني بتخدم الكنيسة بتخدم المجتمع المحلي الكتشاف وجميع الأشياء اللي بيطلب في المنطقة يعني بتعاونوا عليها وبيخدموا جميع الأهالي في هذه المنطقة وكان يعني احتفال مهم يعني لتذكرى 69 من أقدم المجموعات في المنطقة ونشكر الله على الاحتفال وعلى الناس اللي كانت والحضور والله يعطيهم العافية على جهودهم والمجموعة أخذنا شعار المعتمد من الهيئة العامة اللي كشافت مرشدات مطرانية 30 لأنه نحنا جزء لا يتجزأ من هذه الهيئة وجزء من المطرانية وروح واحدة تشدد وتشجع وعمل في هذا اليوم اللي منحتفل فيه بتجديد وعد الكشفي لمجموعتنا بشكر طبعا نورسات اللي دايما موجودة حتى تغطي الأحداث المحلية والكنسية وبشكر كل المجموعات الكشفية تقريبا 16 مجموعة كشفية حضرت احتفالنا اليوم إخوتنا في المجموعات الكشفية المسيحية إن كانوا سريان إن كانوا أرمن إن كانوا كاثوليك إن كانوا أرثوديكس كلهم كانوا متواجدين معنا قلب واحد وروح واحد عم نخدم هالبلد اللي عمالنا كلنا عايشين فيه من التآخة مع بعض إن كانوا مسيحيين باختلاف طواقفنا وإن كنا مع إخوتنا المسلمين في هذا البلد اللي الله منصلي دايما حتى يديم الأمن والأمان تحت القيادة الهاشمية لهذا البلد وتنستمر في الخدمة خدمة الوطن وخدمة ربنا من خلال كشفيتنا ونتشجد نتشجع ونتشدد ونعمل بروحها واحد وقلب واحد هالمجموعة العريقة واللي أنا بفخر أني أنا بنتمي فيها وجزء من قادتها اللي دايما بيكونوا بيشتغلوا كأيد وحدة ومجموعة وحدة من أجل الأفراد من أشبال وزهرات من الفرق الكشاف من فرق المتقدم والجوالة وبالإضافة للفرقة الموسيقية الفضيعة الموجودة بهذا اليوم المميز كمان منذكر اللورد بادن باول اللي بيعيد ميلاده لـ 22 فبراير هو كان جزء اليوم من احتفالنا ونحتفل اليوم بتجهيد الوعد مع كل الكشاف العالمي اللي بيجدد الوعد لهالحركة الموجودة من أجل الشباب وتطورهم ومن أجل الأعمال العمالهم بيعملوهم لمجتمعاتهم فبشكر كتير الجميع اللي قاموا وعملوا واشتغلوا على هذا الاحتفال وبشعارنا السنوي اللي اتخذناها تشدد وتشجع وأعمل فهاي هي كمان رسالتي لكل الكشاف العالمي ولكل الكشاف من كل مكان تشددوا وتشجعوا وعملوا لخير هالشباب وخلاص النفوس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة